بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرح المرسلين نواصل لشابت 7 lecture 7-4 نحل في إن شاء الله سامبل بروبلم 7-2 في هذه المسألة نستخدم هذا السبرينغ هذا النابط علشان نوقف به هذه الكتلة اللي هي 60 كيلو جرام هذا النابط معامل هذا النابط اللي هو 20 كيلو نيوتن لاحظوا الوحدة هنا طبعا النابط هذا شديناه بحبال علشان يكون يعني الطول تبعه 120 مليمتر بعد ما ضرب الكتلة هذه بعد البلوك هذه بعد ما ضربت في النابط تمدد من مسافة كام بمسافة 40 مليمتر زيادة اللي هي هذي اللي عندي هنا وبعدين وقف المطلوب منك الكوفيشن هنا في معامل احتكاك مع السطح قديش هذا معامل احتكاك السؤال الثاني اللي هو سرعة هذا الكتلة بعد ما ضربت هنا وقفت بعدين ببع القوة النابط حترجع من جديد لما مرت على هذا المكان passage هنا قديش كانت سرعة V من جديد قديش كانت سرعة بسم الله نبدأ اولا الكائنتيك انرجي عند البوزيشن ون أنا هنا عند البوزيشن ون الفي قلنا تساوي اثنين ونص اذن الكائنتيك انرجي نعوض مباشرة تساوي هذا عند البوزيشن ون عند البوزيشن 2 كديش الكائنتيك الفيليوزتي سفر لأنه وقف اذن مباشرة الكائنتيك انرجي تساوي سهر لكن في قوة اخرى عندي اللي هي لاحظا عندي هنا الويت وعندي الرياكشن وعندي الفريكشن فورس هذه قديش الاف تساوي ميو ان تضرب الويت اللي هو مج اذن قيمتها بدلالة الفريكشن كوفشن الانرجي تبعها تساوي مينس F ليش مينس F لأن نحن ماشي في هذا الاتجاه والفريكشن عكس الاتجاه لأن تساوي مينس F في X المسافة اللي قطعت هي كم قطعت قطعت 600 وزادت عليها بال40 اذن لكن هنا الوحدات بس اذن الانرجي هنا تساوي الورب هنا يساوي مينس 377 ميو كي بعدين نروح للسبرينج نفسه للسبرينج نفسه قديش القوى لأثرت عليه لما كان في البداية لما كان طوله بس 120 مليمتر KX0 لاحظ KX0 هذا اللي نسميها P مين الماكسمم اللي وصل لكام اللي هو KX اللي هو X كلية اللي هي كام 120 زايدة 40 وتساوي 3300 كيف نجيب الكاينتك اللي كيف نجيب الwork بنفس الطريقة اللي شفنا قبل اللي هو المساحة هنا اللي هي delta Pmin plus Pmax نضربها بالdelta X ونقسم الكل على 2 هذا اللي هو المساحة هذا شبه من الحرف لكن بالسالب هنا إذا إذا تحسب كل يجي ناقص سالب 112 جول هذه الوحدة جول أوكي total work كل اللي هو جاي من عند force friction force هنا والجاي من spring هذه جاي من friction force وهذه جاي من spring جمعناهم بالنسبة للكاينت اللي هل نطبق هاي principle of work and energy هذا work قيمته هذه وهذه energy t1 حسبناها هذه قيمتها والt2 قلنا تساوي الصفر من هذه مباشرة في هذه المعادلة ما مجهول عندك إلا mk إذا نجب معامل الاحتكاق ما بين السطح هنا والblock هذا هلا بعد ما ضربت هذه شوف لاحظ هنا عندنا v2 هنا صفر لكن v3 هذه مطلوبة منه ضرب في سبرينج وبعد رد رجع نحن نعرف بعد ما رجع للمكان الكام موجود فيه قديش هو قطع مسافة كام قطع مسافة ال40 اللي أصلا ضغط بها سبرينج وهو أصلا جاب 600 إذا قطع 640 أولا أولا نشوف عند position 3 قديش الكاين تك انرجي تصلي 1 على 2 m v3 ال m هذه 60 32 v3 square بالنسبة للفورس الموجودة هنا اللي هي friction force و force spring ما تغيروا لأن force قطعت نفس المسافة اللي كانت عندها وال spring نفس شيء إذن لكن لاحظ أنا هنا friction force friction coefficient معروف 0.2 إذن مجموعة هذه 36 و نص إذن نساوي الاثنين نساوي بين الانرجي الwork والانرجي T2H تساوي T2 قنة تساوي 0 والT3 تساوي 30 v3 والwork هنا يساوي 365 إذن v3 هنا يعطيك 1.2 1.3 لاحظ أصلا كان هنا بسرعة 2 متر و هو رايح في هذا الاتجاه بعد ما ضرب في spring و رجع وصل لنفس المسافة لكن بسرعة جديدة قلت سرعته عن 1.1 السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله